موسيقى مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية لصف الرابع الابتدائي درسنا اليوم Unit 3 Lesson 6 اليونت الثالث الدرس السادس عنوان الدرس Numbers and Order الأرقام أو الإعداد بالترتيب موجودة بصفحة 48 من كتاب الطالب وتمارينا موجودة بصفحة 46 من كتاب النشاط قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب اللي اسمه الأستاذ طاعسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الرابع الابتدائي بصفحة 48 من كتاب الطالب مكتوبة على صفحة Numbers and Order الأرقام أو الإعداد بالترتيب من طين صورة مكتوبة على الصورة May May هو الشهر الخامس من الأشهر الإنجليزية January, February, March, April, May فحفظنا بدروس سابقة الأشهر بالترتيب وعرفنا أنه May هو الشهر الخامس أسفلها مكتوب Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday أيام الأسبوع إذن هذا عبارة عن تقويم تقويم شهر May أول يوم في شهر May هو Sunday يوم الأحد اليوم الثاني هو Monday اليوم الثالث هو Tuesday واليوم الرابع هو Wednesday من طين بأسفلها هذه الأرقام 1ST, 2ND, 3RD, 4TH شين هاي الأرقام؟ هذن الأرقام نسميهن العداد الترتيبية راح نجي إن شاء الله من الملاحظات القادمة نشرح بالتفصيل شن الأعداد الترتيبية بعضكم ملاحظ أن المعلم لما نريد يكتب التاريخ على الصبورة وكان مثلا تاريخ اليوم هو 1 من شهر فبرواري ما يكتب المعلم فقط رقم 1 والشهر هو شهر الثاني أو شهر فبرواري وإنما يكتب 1 وياها ST أو مثلا إذا كان 2 بالشهر يكتب 2 وياها ND أو إذا كان 3 بالشهر يكتب 3 وياها RD بعض التلاميذ يسأل الأستاذ ليش كتبت ال-ST وال-ND وال-RD وال-TH الأستاذ يجاوب التلميذ عن هذا السؤال هو أنه يكتب الأعداد الترتيبية لما شخص يسألني عن الشهر ما أقول لليوم واحد وإنما اليوم الأول من شهر فبرواري مثلا أو اليوم الثاني من شهر ماي مثلا أو اليوم الثالث من شهر جنواري إلى آخره إذن أستخدم الأعداد الترتيبية وليس الأعداد اللي أخذناها بدروس سابقة هذا مجرد كبداية أو كمقدمة للدرس بأسفل هذا التقويم مكتوب Look, Listen and Say أنظر من طيني نص أنظر إلى هذا النص Listen, أستمع له Say, أردد بعده إذن يطلب من أن نستمع وأردد بعد المقطع الصوتي لذلك نستمع المقطع الصوتي ونحاول نردد بعده بعدها نرش للمطلوب حفظه من هذا النص نستمع المقطع الصوتي أول شي Track 60 Look, Listen and Say Sunday is the first day in May Monday is the second day in May Tuesday is the third day in May Wednesday is the fourth day in May بعد ما استمعنا المقطع الصوتي ورددنا بعده نجي نوضح هذا النص Sunday هو يوم الأحد نحن نعرف أيام الأسبوع وحافظيها من مراحل سابقة Sunday هو يوم الأحد من خلال الصورة Sunday is the first day in May يوم الأحد هو اليوم الأول من شهر May من شهر May اللي هو شهر الخامس Monday is the second day in May يوم الأثنين هو الثاني يوم في شهر May اللي هو شهر الخامس Tuesday Thursday is the third day in May يوم الثلاثاء هو اليوم الثالث من شهر May اللي هو شهر الخامس Wednesday is the fourth day in May يوم الأربعاء هو اليوم الرابع من شهر May إذن first الأول second الثاني third الثالث fourth الرابع هنا أنا يريد يبين لي أنه مثل ما أكو أرقام number one واحد two اثنان three ثلاثة four أربعة هذن الأرقام هذن الأرقام يقابلهم أعداد ترتيبية هاي الأعداد الترتيبية ننتبه لهذه الملاحظة جدا مهمة هذه الأعداد الترتيبية اللي تقابل للأرقام نستخدمها مثلا لما نقول الأول على الصف أو مثلا إذا شخص فاز بالسباق بالمركز الأول ما أقول the one وإنما أقول the first the first معناها الأول the second الثاني the third الثالث إلى آخره إذن مثل ما عندي أرقام عندي أعداد ترتيبية أستخدمها بترتيب الأشخاص حسب طولهم ترتيبهم حسب أسبقيتهم ترتيب الأيام الأسبوع الإخبار عن التاريخ إلى آخره فمثل ما لاحظنا أنه من خلال التقويم أن يوم الأحد هو اليوم الأول first إذن first والsecond والthird والfourth هذن الكلمات جدا مهمة أني أحفظها كيملاء وكمعاني ونصرح نجي نوضح بيش تفيدنا بعد first معناها الأول من الممكن أنه نختصر هذه الكلمة بهذه العبارة first قلنا الأول يقابل رقم واحد one واحد first الأول شنو الإختصار مالتها الإختصار مالتها رقم واحد وآخر حرفين من الكلمة اللي هي ال-s وال-t فأقول one st معناها first الأول كذلك كلمة second اللي معناها الثاني إذا أريد أختصرها قابل رقم 2 أخلي رقم 2 وآخر حرفين اللي هي n وال-d كذلك third اللي معناها الثالث أختصرها رقم ثلاثة وآخر حرفين من الكلمة اللي هي r وال-d كذلك كلمة fourth fourth معناها الرابع رقم 4 وآخر حرفين اللي هي t وال-g هذن العداد الترتيبية جدا مهم أني أحفظ املائهم ومعانيهم املائهم من الممكن بالامتحان يقول لي ال-one يقابل first ال-two شي قابل لازم أعرف أن ال-two يقابل كلمة second second اللي معناها الثاني مثل ما نطعنا بالمثال أني رقم واحد اللي هو ال-one يقابل العدد الترتيبي first الأول فال-two اللي هي اثنيا شن العدد الترتيب اللي يقابله يقابله second اللي معناها الثاني فضروري جدا أني أحفظ املائهم معاني هذه الكلمات وكذلك اختصاراتهم لأن كذلك من الممكن نجيب لي بالامتحان مثلا يقول لي first إذا أريد اختصرها اختصر one st second إذا أريد اختصرها شون فلازم التلميذ يعرف أن second اختصارها ثنيا و n d هذا ما هذا النشاط بأسفلها مكتوب listen and repeat استمع وردد يريدنا يتدرب أكثر على نطق هذه الكلمات فرح نستمع المقطع الصوتي ونردد بعده ونحاول نحفظ العداد الترتيبية من خلال ترديدنا مع المقطع الصوتي track 61 listen and repeat first second third fourth إذن بعد ما استمعنا المقطع الصوتي ورددنا بعده مثل ما وضحنا إنه هاي العداد الترتيبية للحفظ أحاول أحفظ كل رقم شن العدد الترتيبي اللي قابله وكذلك اختصاره ف number one هذا الرقم كتابته يكتب بهذا الطريقة one العدد الترتيبي الخاص به هو first معناها الأول والاختصار مالته one st number two هذا رقما وهذا كتابة two العدد الترتيبي الخاص به second والاختصار مالته two and d three هذا الرقم كتابة يكتب بهذا الطريقة three العدد الترتيبي اللي قابله third الثالث والاختصار مالته three r d four هذا رقما يكتب بهذه الطريقة four والعدد الترتيبي اللي قابله fourth والاختصار مالته four t h بعد ما استمعنا ورددنا وحفظنا العدد الترتيبية وعرفنا شوان تجينا بالامتحان ننتقل الى النشاط الاخر look and answer انظر واجب who was the first من الذي كان اولا فاللاحظ ان انا منطين صورة هنا انا رح يوضح لي عن شوكة استخدم العدد الترتيبية مثلا هذا السباق اللي اخذناه بالدرس السابق the egg and the spoon race سباق الملعقة والبيضة اللي فاز بالسباق اللي فاز بالمركز الاول ما يصير اقول عنه one واحد وانما اقول عنه the first الاول اذا استخدمت العدد الترتيبي فاقول لينة was the first هاي شخصية لينة لينة was the first لينة كانت الاولى الاولى بالسباق in the race في السباق اذا نستخدم العدد الترتيبي two and d هي مختصر مع second اقول طارق was the second طارق كان الثاني in the race في السباق اما المركز الثالث فهي runa runa was third runa كانت في المركز الثالث اذا استخدمنا العدد الترتيبية على مدى نرتب المراكز المركز الاول والمركز الثاني والمركز الثالث اذا من خلال هذا النشاط عرفنا شوكت نستخدم العدد الترتيبية اذا نريد نرتب الفائزين بالسباق او نرتب التلاميذ من حيث النجاح بالامتحان هذا التلميذ اخذ اعلى درجة بالامتحان اذا هو في المركز الاول والتلميذ اللي بعده اللي عقل منه ادى درجة في المركز الثاني وهكذا اذا نستخدم العدد الترتيبية في كثير من الامور من ضمن هالسباقات ترتيب الاشخاص من حيث الطول من حيث الدرجة الى اخره ننتقل الى النشاط الاخر look and say انظر وقل هنا منطيني جدول هذا الجدول بي يوسف وكريم وناديا وطارق منطيني مجموعة من الدروس English, Maths, Science اللغة الانجليزية الرياضيات والعلوم ودرجات دولة التلاميذ بكل مادة من ذن المواد فنلاحظ ان يوسف درجة باللغة الانجليزية 78 78 ودرجتها بالرياضيات Maths 60 60 ودرجتها بالScience العلوم 75 75 درجات كريم باللغة الانجليزية 55 55 بالMaths الرياضيات 65 بالScience العلوم 70 وناديا درجتها باللغة الانجليزية 80 80 بالMaths الرياضيات 70 70 وبالScience العلوم 69 69 اما طارق درجاتها باللغة الانجليزية 63 63 بالMaths الرياضيات 75 75 وبالScience العلوم 68 68 بعد ما نظرت ورددت درجات هؤلاء التلاميذ يطلب من عندي اني اعمل محادثة شنو هاي المحادثة اهنان اقسم التلاميذ مثلا باللغة الانجليزية منو حصل على اعلى درجة اللي حصل على اعلى درجة هي نادية اذا اقول نادية was first in English نادية كانت الاولى درجتها اعلى درجة اعلى درجة باللغة الانجليزية اذا هي في المركز الاول نادية was the first in English نادية كانت الاولى باللغة الانجليزية بالMaths الرياضيات من اعلى درجة درجة طارق فاقول طارق was the first in maths طارق كان الاول في مادة الرياضيات اذا كذلك استخدمنا الاعدادة الترتيبية كذلك بالScience العلوم منو على درجة درجة يوسف اقول يوسف was the first in science يوسف كان الاول في مادة العلوم زيانرد اقول الثاني خنشوف من الثاني على درجة بالعلوم الثاني على درجة هو كريم اذا نقول كريم was the second in science كريم كان المركز الثاني في مادة العلوم اذا قدرنا نعمل محادثة بين تلاميذ اثنين كل تلميذ يعبر عن شخصية من هاي الشخصيات كان الاول او الثاني او الثالث في مادة معينة فنلاحظ ان التلميذ الاول يقول Nadia was first in English نادية كانت في المركز الاول بمادة اللغة الانجليزية التلميذ الاخر يريد عليها قلت لا ياس نعم and yousef was second يوسف كان في المركز الثاني بمادة اللغة الانجليزية وهكذا تلاميذ اثنين يعملون محادثة من خلال الجدول باستخدام العداء الترتيبية يقسمون التلاميذ هذا اخذ الاول باللغة الانجليزية والتلميذ الفلان اخذ الثاني والتلميذ الاخر اخذ الثالث باللغة الانجليزية وهكذا من خلال العداء الترتيبية اللي اخذناهم بالملاحظات السابقة هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري او الامتحان الشفوي ننتقل الى كتاب النشاط التمرين الاول هل هذه البالونات بالترتيب الصحيح اكيد لا نلاحظ انه الثالث فرست الاول فرث الرابع والثاني العداء الترتيبية خاطئة بعدها يقول لك اكتب هذه العداء الترتيبية بالترتيب الصحيح اذا اجي ارد تفهم اول شي اقول فرست الاول بعدها سكند الثاني بعدها ثرد الثالث وبعدها فرث الرابع صار عدد ترتيب صحيح لهذه البالونات هذا مجرد نشاط يخليني انطق العداء الترتيبية بالترتيب فرست سكند ثرد وفورث اما بالنشاط الاخر لك لسن ان ساي يس او نو انظر استمع وقل نعم او لا انا منطيني جدول كذلك جدول اخر الدرجات خاصة باللغة العربية ر اللي هو الريليجن الدين او الاسلامية وار الفنية درجات يوسف كريم نادية رنا وطارق وبعدها باسفل هذا الجدول يطلب من اندي اني انظر look and write sentences واكمل الجمل التالية فمثلا منطيني نمبر وان اولا يوسف فوس فرست يوسف كان الاول كان الاول في يا مادة نرجع للجدول نلاحظ اني يوسف درجته 95 باللغة العربية 79 بالرليجن الدين و70 بالارت الفنية فنشوف كان المركز الاول بيا مادة من ذنة لثلاث مواد نشوف باللغة العربية اكو طالب على من عنده نلاحظ انه كل الطلاب اقل من عنده اذا هو في المركز الاول باللغة العربية وليس في بقية المواد نلاحظ انه رليجن الدين هذا الاول بمادة الدين طارق وبمادة الفنية نلاحظ ان المركز الاول هي رنا اذا هو كان في المركز الاول فقط في مادة اللغة العربية لذلك يقول يوسف كان الاول بيمان باللغة العربية نمبر ثو ثانيا كريم فراغ كريم يا مركز بالفنية بمادة الفنية نروح على كريم بمادة الفنية بماخر 82 نشوفها يا مركز على طالب هي رنى بالمركز الأول بعدها نادية بالمركز الثاني بعدها كريم بالمركز الثالث درجته 82 إذن شاقول كريم كان في المركز الثالث في مادة الفنية نمبر ثالثا نادية فراغ شين الكلمة المناسبة للفراغ أكيد كلمة ووز نلاحظ أنه بجملة الأولى يوسف ووز بجملة الثانية كريم ووز بجملة الثالث أكيد نادية ووز نادية ووز سيكند نادية كانت في المركز الثاني بيا مادة نروح على نادية نشوفها المركز الثاني بيا مادة باللغة العربية المركز الأول يوسف والمركز الثاني كريم لاحد 95 هي على درجة بمركز ثاني 90 ثاني Arnold والمركز الثالث نادية نريد المركز الثاني إذن ليش fürs حami إذن لحسنا بلغة العربية نراها Libr InAD نادية درجتها 80% بالدين نشوف المركز الأول طارق والمركز الثاني رنى إذن هي بالمركز الثالث أنا أريد المركز الثاني إذن كذلك إذن لم يدد الفما Counsel سنرى من هذه الماء بالفنية بالـ Art بالفنية نادية درجتها 89% الدرجة لعلى هي درجةburna treble وثانيةدة لديها نادية نادية كان في المركز الثاني بمادة الفنية ورنا رنا number 7 اعلى درجة ليوسف أعلى درجة يوسف ثانى كريم 90 ثالث على درجة درجة نادية 87 رابع على درجة درجة رنى إذن رنى كانت في المركز الرابع فاش أقول أقول رنى was fourth in Arabic رنى كانت في المركز الرابع باللغة العربية نمبر 5 خامسا طارق وأكمل إن أنا تعتمد على رأي التلميذ مثلا أقول طارق was the fifth in Arabic طارق كان في المركز الخامس باللغة العربية أو أقول طارق was the first in religion طارق كان في المركز الأول بالدين أو أقول طارق was the third in art كان في المركز الثالث بمادة الارت الفنية فالتلميذ مخير مثلا أقول طارق was fifth in Arabic طارق كان في المركز الخامس باللغة العربية هذا ما يخص هذا النشاط مجرد من طيني جدول أرتب من خلال التلاميذ حسب درجاتهم الأول والثاني والثالث بعد ما أفهم الجدول أجاب على هذه الأسئلة أو أكمل هذه النقاط من خلال الجدول مثل ما وضحنا بالشرح هذا غير مهم بالامتحان التحريري أو حتى بالامتحان الشفوي مجرد نشاط صفي يختبر قدرة التلميذ على ترتيب هؤلاء التلاميذ حسب الأعداد الترتيبية من خلال درجاتهم ننتقل إلى النشاط الآخر listen say and clap استمع قل أو ردد and clap clap هنا معناها صفق each syllable صفق على كل مقطع صوتي شنه يا نستاذ مقطع صوتي؟ رح نجي نوضح شن المقطع الصوتي بالملاحظات القادمة بعد ما نستمع المقطع الصوتي ونردد بعدها a syllable is a small part of a word syllable هنا أنا معرف لي إياها المقطع الصوتي هو عبارة عن جزء صغير من الكلمة خلي نستمع المقطع الصوتي ونردد بعدها ونصفق مع المقطع الصوتي وبعدها نعرف شين المقطع الصوتي وشون أقدر أقسم الكلمة حسب المقاطع الصوتية نستمع المقطع الصوتي أول شي Track 63 Listen, say and clap each syllable Mum Dad Sister Classroom Nadia Holiday لاحظنا من خلال المقطع الصوتي أن التلميذة تنطق هذه كلمات والصفق معاها نلاحظوا أن كلمة mum mum هي مقطع صوتي واحد إذا التلميذ يصفق مع المقطع الصوتي فيقول mum mum معناها لأم متكونة من مقطع صوتي واحد كذلك الكلمة الثانية اللي هي كلمة Dad 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 متكونة كذلك من مقطع صوتي واحد إذا تنتقلون للكلمات الثانية sister sister معناها الأخت اللي لاحظ أنها متكونة من مقطعين فإذا التلميذ يقراها ويصفق مع كل مقطع صوتي ينطقها بهذه الطريقة sister sister معناها الأخت متكونة من مقطعين كذلك كلمة classroom classroom معناها الصف متكونة من مقطعين فإذا التلميذ يقراها ويصفق وياها يقول classroom classroom نلاحظ أنه نصفق صفقتين classroom وكذلك الكلمة الأخرى sister نلاحظ أنها متكونة من مقطعين أما الكلمات المتكونة من ثلاث مقاطع ناديا ناديا متكونة من ثلاث مقاطع فإذا نريد أن نصفق نصفق ثلاث صفقات ناديا كذلك الكلمة الأخيرة holy day نلاحظ أنه صفقنا ثلاث صفقات هو هذا ما يخص المقطع الصوتي المقطع الصوتي هو أصغر جزء من الكلمة نلاحظ أن sister نقسمها قسميا sister وكذلك الكلمة الأخرى classroom متكونة من مقطعين وكذلك كلمة ناديا ثلاث مقاطع الكلمة الأخيرة holy day من خلال الصفقات التي نصفقها أثناء نطقنا للكلمة نعرف عدد المقاطع الكلمة بعدها يقول لي listen say and clap these words استمع قل وصفق مع هذه الكلمات سنستمع المقطع الصوتي ونتعرف على هذه الكلمات كل كلمة متكونة من كم مقطع حسب الصفقات التي نصفقها مع نطق كل كلمة ننتبه للمقطع الصوتي ونحاول أن نصفقها وعند نعرف عدد المقاطع هذه الكلمات Act 64 listen say and clap these words triangle pencil hand eye horse horse lemonade exercise garden school school frog crocodile library إذن لاحظنا من خلال المقطع الصوتي أن التلميذة لفظت هذه الكلمات مع التصفيق فمثلا نحاول نقلدها triangle 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 متكونة من ثلاث مقاطع صوتية حسب الصفقات التي صفقتها مع نطق هذه الكلمة أعيد نطقها triangle نلاحظ أن صفقنا تلك الصفقات بعد كلمة الأخرى هي كلمة pencil نلاحظ أن صفقنا صفقتين لذلك الكلمة متكونة من مقطعين أعيد نطقها pencil بصول ثالثا كلمة hand نناحظ أن نصفق صفق وحد فنفيه عند نطق هذه الكلمة hand كلمة الأخرى آي آي متكونة من مقطع واحد نلاحظ أن نصفق صفقة واحدة أثناء نطقها آي الكلمة الأخرى كلمة horse els متكونة صوت واحد نلاحظ أن نصفق صفقة واحدة أثناء نطق هذه الكلمة Horse أما الكلمة الأخرى كلمة Lemonade Lemonade معناها عصل ليمون متكونة من ثلاث مقاطع صوتية Allahço أن النصف اقتصا أكثر صفقات اثنان نطقها Lemonade بعد كلمة Exercise Exercise متكونة من ثلاث مقاطع الكلمة الأخرى Garden Garden معناها حديقة متكونة من مقطعين الكلمة الأخرى School school معناها مدرسة متكونة من مقطع صوتي واحد وكذلك كلمة frog والكلمة الأخرى هي كلمة crocodile crocodile متكونة من ثلاث مقاطع أما الكلمة الأخيرة فهي كلمة library متكونة من ثلاث مقاطع هذا ما يخص هذا النشاط قدرنا نحدد عدد مقاطع هذه الكلمات من خلال الصفقات كل كلمة نطقها أصفق وياها على عدد الصفقات أحسب المقاطع الصوتية لكل كلمة من خلال الصفقات التي أصفقها أثناء نطق الكلمة ننتقل للنشاط الآخر بعدما نطقت هذه الكلمات وعرفت عدد المقاطع الصوتية لكل كلمة يطلب من عندني أوضعها بالحقل الصحي إذا كانت من مقطع صوتي واحد أوضعها بهذا الحقل إذا كانت من مقطعين أوضعها بهذا الحقل أما إذا كانت من ثلاث مقاطع فأوضعها بهذا الحقل فكلمة triangle اللي هو المثلث ذكرنا أنه متكون من ثلاث مقاطع فأوضعها بالحقل الثالث أما كلمة pencil متكونة من مقطعين أوضعها بالحقل الثاني hand متكونة من مقطع صوتي واحد أوضعها بالحقل الأول eye كذلك متكونة من مقطع صوتي واحد horse من مقطع صوتي واحد lemonade متكونة من ثلاث مقاطع صوتية exercise متكونة من ثلاث مقاطع صوتية garden مقطعين school مقطع صوتي واحد frog متكونة من مقطع صوتي واحد crocodile متكونة من ثلاث مقاطع صوتية library متكونة من ثلاث مقاطع صوتية هذا ما يخص هذا النشاط مجرد بعد ما قرأت الكلمات أرفض عدد مقاطعها أوزعها على الجدول كل كلمة بالحقل اللي ناسبها إذا كانت من مقطع أو مقطعين أو ثلاث مقاطع صوتية ننتقل للنشاط الآخر يقول لك write three words اكتب ثلاث كلمات say the words انطق هذه ثلاث كلمات how many syllables كم عدد المقاطع الصوتية لكل كلمة من هذه الثلاث كلمات اللي كتبتها فهنا نتعتمد على رأي التلميذ يكتب ثلاث كلمات يعرفها ويعرف المقاطع الصوتية مالتها فمثلا كلمة book book متكونة من مقطع صوتي واحد فإذا أريد أصفك أثناء أن أطلق هذه الكلمة أقول book نلاحظ أن صفقنا صفقة واحدة لذلك متكونة من مقطع صوتي واحد فأقول كم عدد المقاطع الصوتية one مقطع صوتي واحد الكلمة الأخرى اللي اختاريتها كلمة brother كم مقطع صوتي ننطقها ونصفق أثناء نطقنا فأقول brother brother من اللي معناها أخ متكونة من مقطعين صوتيات فأقول two syllables اثنان من المقاطع الصوتية أما كلمة الثالثة والأخيرة اختاريت كلمة beautiful beautiful متكونة من ثلاث مقاطع صوتية عند نطقها أقول beautiful ثلاث مقاطع صوتية فكتبت مقابلها three three syllables معناها ثلاث مقاطع صوتية بعدها يقول لك now test your partner اختبر زميلك remember to clap the syllables تذكر أن تصفق أثناء نطق الكلمة تصفق المقاطع الصوتية يعني يطلب من التلميذ أن ينطذرنا ثلاث كلمات للزميلة يقول لك كم عدد المقاطع لكل كلمة من هذه الثلاث كلمات هذا التمرين غير مهم بالامتحان التحرير والامتحان الشفوي مجرد يخليني أعرف كم مقطع صوتي لكل كلمة هاي تفيدنا براحل قادمة إن شاء الله بمواضيع متعلقة بالقواعد يجب على التلميذ أن يعرف عدد المقاطع الصوتية لكل كلمة وإن شاء الله بمراحل قادمة ناخذ قواعد مفصلة أكثر عن هذا الموضوع هذا ما يخص درسنا لهذا اليوم أخذنا بيه العداد الترتيبية وعرفنا أن هذه العداد يجب حفظها إملاء ومعاني جدا مهمة بالامتحان التحريري وكذلك الامتحان الشفوي بالإضافة لذلك أخذنا عدد المقاطع لكل كلمة وعرفنا شون نحسب المقاطع من خلال تصفيق أثناء نطق الكلمة وأخذنا أمثلة عن كيفية نطق الكلمات وحساب المقاطع الصوتية لكل كلمة ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استفسار أو وظافة حبونا تقدموها تقدرون تتواصلوني على حسابات الموجودة معكم على الشاشة